السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا شباب رح نشرح طريقة استرجاع لعدادات الافتراضية لقائمة ابدأ أو قائمة start فلا تنسون يا شباب دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح ففي البداية يا شباب تروحون على قائمة ابدأ لو تلاحظون هذا الآن الترتيب عندنا هذا الترتيب بعد التعديل مثلا رتبها بشكل عشوائي فالآن يا شباب نبيرجعها للوضع الطبيعي أو الوضع الأساسي اللي كان موجود على الويندوز فالطريقة يا شباب بكل اختصار تروحون على قائمة ابدأ من هنا تضغطون click يمين وبعدين تضغطون على كلمة run فبعد كده يا شباب تكتبون في البحث هذه الكلمة وبعدين تضغطون ok فبعد كده يا شباب رح تظهر عندكم هذه القائمة تضغطون على ثاني خيار هذا هو تضغطون على هذا السهم وبعدين تضغطون على software وبعد كده تروحون على كلمة Microsoft تفعلون هذا الخيار بعدين تنزلون شوي تحت رتحصلون اللي هو الويندوز اللي هو شباب هذا الخيار تضغطون عليه وبعد كده يا شباب تضغطون على هذا الخيار تفعلون هذه الايقونة وبعد كده يا شباب من هنا تروحون على cloud store هذا الخيار تفعلونه وبعدين تفعلون store خلونا نكبر شوي القائمة وبعد كده يا شباب تفعلون اللي هو خيار catch هذا الخيار تفعلونه وبعد كده يا شباب يكون عندنا الخيار الأخير اللي هو default account فهذا الخيار تضغطون عليه click يمين وبعد كده تضغطون على delete وتضغطون yes فبعد كده يا شباب يكون تقفلون هذه الايقونة وبعد كده يا شباب ترجعون على قائمة ابدا تضغطون كليك يمين وتروحون على task manager بعد كده يا شباب تروحون على مستكشف الwindows اللي هو هذا الخيار windows explorer فتضغطون عليه كليك يمين وبعد كده تضغطون على كلمة restart وبعد كده تقفلون هذه الايقونة فكده يا شباب بكل سهولة رجعت عندكم قائمة ابدا للوضع الطبيعي او الاعدادات الافتراضية فهذا كان يا شباب شرح اليوم اتمنى انه كان شرح بسيط وسهل لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية ان شاء الله مع السلامة